حي الزوراء أو أم الخيل الرابعة كما تعرف على تسميته محليا أحد الأحياء الحديثة في مدينة الديوانية يغيب عنه الطابع التصميم والجمال والهندس للمدن والأحياء الصغيرة ورغم أن أراضيه قد تم تخصيصها مؤخرا إلا أنه يبدو للناظر أحد الأحياء العشوائية كما يقول سكنته تدخل هسا بأزقة من القرن الثامن عشر عبارة عن أزقة وهذه كانت بالإجماع كلا صحراء يعني تعرف يجي أبسط أبسط إنسان يقسم لكها ويربع لكها تربع ويجعل شوارع أقل شارع عشرين متر يغيب التخطيط الحضري عن أغلب المدن والمحافظات العراقية بسبب تداخل تصاميم الأحياء السكنية مع التجارية يضاف لها ضيق الشوارع وتقادم البنى التحتية فضلا عن التجاوزات وزحف العشوائيات التي أفقدت المدن طابعها الجمال وتعز البلدية أسباب ذلك إلى تصاميم قديمة لم يراع فيها الواقع الحضري للمدن العشوائيات الموجودة بمدينة الديوانية وأغلب المدن الموجودة في العراق هي اعتماد تصاميم قديمة من النظام البائد هذه التصاميم ما كانت تراعي الواقع الحضري ولا تراعي نسبة الخدمات قياسا بالنسبة السكانية والعدد الإفرازي للسكان وفي ظل النمو السكان المتزايد وحاجة المدينة إلى وحدات سكنية تلبي حاجة الزيادة الحاصلة بالسكان قررت السلطات المحلية في الديوانية تحديث التصاميم من خلال إنشاء مدينة جديدة ملاسقة لحدود البلدية خارج التصميم الأساس للتخلص من مشكلة الفوضى والبناء العشوائي استحدثنا مدينة جديدة أو مدينة حديثة التي هي ملاسقة لحدود البلدية خارج التصميم يعني إن شاء الله هذه ستوفرنا ما يقارب 110 ألف قطعة سكنية إضافة إلى جامعة إضافة إلى مستشفيات حديثة شوارع حديثة مساحات شوارع كل الشبيرة أسواق، موالاة تجارية وهي فترة الإعلان إن شاء الله بالبلدية صالها ما يقارب شهر شهر ونص ودعا محافظة الديوانية إلى إجراء مسح تفصيلي لسكان العشوائيات وتحديد الفقراء منهم والإسراع بعملية المعالجة وكان البرنامج الوطن التابع لوزارة التخطيط قد وضع آليات لتخفيف الزحف الحضري غير المنضبط والعشوائي في عموم العراق وخاصة محافظة الديوانية التي تعاني من انتشار بؤر سكنية عشوائية بيثم الشباني الحرة الديوانية